إيجاد الحجوم من مناسيب النقاط أي مشروع هندسي بيتعامل لازم يتعمله تسوية للأرض الطبيعية تسوية لسطح الأرض الطبيعية لحد ما نوصل لمنسوب الإنشاء اللي هينشأ عليه المشروع سواء المشروع ده مدينة سكنية أو طريق بيتعامل لازم من الأول تعمل تسوية للأرض لمنسوب الإنشاء بتاعك فلو كانت الأرض طبيعية أعلى من سطح الإنشاء اللي أنا عايز أنشئ عليه المشروع فأنا هتطر أعمل حفر ولو كانت الأرض الطبيعية أوطى من سطح الإنشاء اللي أنا هنشئ عليه المشروع فأنا بحتاج أعمل الردم في كل الأحوال أنا بحتاج قبل مبدأ أحفر أو أردم أن أنا أحسب مكعبات وحجوم الحفر والردم فطبعا عشان توصل لمكعبات الحفر والردم لازم ان تمر بخطوات الاول اول خطوة هو رسم سطح الارض الطبيعية ان انت توصل الاول لمناسيب سطح الارض الطبيعية تب الكلام ده هيتعمله ازاي هتغب بقى جهاز ميزان وتنزل الموقع تقسم الموقع لشبكة من المربعات وتبدأ تجيب مناسيب اركان المربعات دي بوسط جهاز الميزان فيما يعرف به الميزانية الشبكية ان انت تعمل ميزانية شبكية لسطح الارض الطبيعية عشان تبين طبيعة سطح الارض بعد كده بترسم سطح الانشاء بيبقى الاستشاري بيحدد خلاص بناء على المعطيات اللي معها اللي هي طبيعة سطح الارض اللي هي الميزانية الشبكية وطبيعة المشروع اللي هيبدأ ينشئه ومعلومات تانية كتير فبيحدد سطح الانشاء منسوب سطح الانشاء يبقى كامو احيانا سطح الانشاء اما ان هو يكون افقي سطح الانشاء افقي او سطح ميل في اتجاه واحد او ميل في اتجاهين يعني عند سطح الانشاء افقي في جميع الاتجاهات او عند بيقى ميل في اتجاه واحد اتجاه مثلا الرأسي او الاتجاه الرأسي والاتجاه الايه الافقي ميل في الاتجاهين فطبع انت انت يعني لو بتنشئ مثلا حمام سباحة فغالباً بيبقى فيه ميل سواء في اتجاه واحد أو في اتجاهه بنشق لا بنشق خلاص أنا مبنى ساكني فلا أنا بحتاج سطح الانشاء يكون أفقي فهي على حسب المشروع اللي انت شغال فيه خلاص مجرد ما انت معاك مناسب سطح الارض الطبيعية ومناسب سطح الانشاء اللي تنشع على المشروع خلاص اترحل من بعض الفارق بينهم يدينا عمق الحفر أو ارتفاع الرد سطح الارض الطبيعي نقص سطح الانشاء طبعاً لو موجب معنا كده ان الارض اعلى من الانشاء وبالتالي هنعمل حفر ولو سالب الرقم طولها سالب فالارض الطبيعية بتكون اوطى من الانشاء وبالتالي هتعمل الردم خلاص جبنا كده احنا اعماق الحفر او ارتفاعات الردم بنحدد حاجة اسمها خط كنتور صفر حفر وردم خط كنتور صفر حفر وردم ده الخط الفاصل بين مناطق الحفر ومناطق الردم في مناطق طلع اشعارتها موجب فهي حفر ومناطق طلع اشعارتها سالب فمؤكد الفاصل بينهم والخط الفاصل بينهم هو خط اسمه خط سفر سفر حفر وردم يعني مفيش عنده لا اعماق حفر ولا ارتفاعات ردم بيبقى خط كنتور صفر حفر وردم وخط تقاطع سطح الارض الطبيعي مع سطح الانشاء يعني لو انا عندي مثلا ده الارض الطبيعية وده الانشاء هنا طبعا حفر وهنا ردم النقطة ديت بتقال عليها ايه؟ نقطة التقاء الحفر والردم نقطة التقاء سطح الارض الطبيعية مع سطح الانشاء بيتقاطع هنا فالنقطة دي ما عنداش لا حفر ولا عندها ردم يبقى خط تقاطع سطح الارض الطبيعية مع سطح الانشاء وهو الخط الواصل بين النقط اللي عندها ارتفاع الحفر وعمق الردم بيساوي سفر اي الخط الواصل بين النقط اللي منسوب الارض الطبيعية هو نفسه منسوب الانشاء تعالى بالنقطة دي احفر ولا ردم عندها لا ده هي اصلا منسوب الارض الطبيعية هو نفسه منسوب الانشاء فما عنداش حفر والردم بعد كده هنعرف بطريقة ما بقى ان احنا نوصل لمكعبات الحفر والردم مبدئيا اوصل الاول لمناسب الارض الطبيعية اوصل الاول لسطح الانشاء اللي انت عايز تنشأ على المشروع منسوبه كام سواء افق او ميل في اتجاهها او ميل في اتجاهين اترحم من بعض اجيب اعماق الحفر وارتفاعات الردم ابدأ بحدد لمناطق الحفر وحدد لمناطق الردم عن طريق ان انت ترسم الخط الفاصل بينهم اللي هو خط كنتور صفر حفر وردم بعد كده نوصل نحسب حجم مكعبات الحفر وحجم مكعبات الردم خلينا ناخد مثلا حاجة شكل كده ده نموذج كده ده قسمت الموقع لشبكة مربعات وجبت منسيب اركان للشبكة ديت خلينا ناخد نموذج على المربع ده الوحدة دي عايزين نوصل لحجم الوحدة دي والله مبدئيا هو حجم اي حاجة مساحة القاعدة بتاعتها في الارتفاع خلاص دي مساحة مربع المربع ده مسلا اربعين فاربعي خلاص اضرب مساحة المربع في الارتفاع بس انا ارتفاع ده انا هنا عندي الارتفاع عندي القرنر ده واحد ونص وهنا ربعة من عشرة وهنا تسعة من عشرة وهنا واحد انا ارتفاع فيه نضرب فيه متوسط الارتفاعات كأننا عندي شبكة كده والنقطة دي عندها ارتفاع معين النقطة دي عندها ارتفاع تاني والنقطة دي عندها ارتفاع تالت النقطة دي عندها ارتفاع كبير كده فالسطح من فوق السطح من فوق السطح متعرج السطح مش السطح عدل وبالتالي انا هضرب فقا ارتفاع مع الارتفاعات مختلفة اه هنضرب في متوسط الارتفاعات يبقى احنا حجم الوحدة دي نضرب مساحة الوحدة في متوسط الارتفاعات عند اركان هذه الوحدة اربعين فاربعين فاجمع بقى اربعة من عشرة وواحد ونص وواحد وتسعة من عشرة على عددهم اربعة حسبنا الحجم بتاع الوحدة دي نحسب كذلك الحجم ده نحسب الحجم ده حجم الوحدات وجمعه لكن الطريقة دي طويلة عايزين نوجد طريقة تجيب لحجم الشكل ده كلاته مرة واحدة الحجم الكل للشكل ده بيجي ازاي؟ مساحة الوحدة الوحدة في افتح قوص واحدة عين واحد زائد اتنين عين اتنين زائد ثلاثة عين ثلاثة زائد اربعين اربعة الى نون عين نون على عدد اركان الوحدة الوحدة هي مساحة الوحدة الوحدة خلاص مفيش فائش كدية عدد اركان الوحدة الوحدة خلاص مفيش مشكلة في الجزء ده لو عندي مربع يبقى اربعة وعند مسلس يبقى ثلاثة عدد اركان الوحدة الوحدة أي عين واحد وعين اتنين وعين ثلاثة الى عين نون عين واحد هي مجموعة الأعمدة المشتركة في واحدة واحدة الأعمدة اللي جنبيها مربع واحد يعني مثلا ده أنا عنده حاجة بالشكل ده كده فين الأعمدة اللي جنبها مربع واحد ده وده 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 ده الأعمدة اللي جنبها مربع واحد عيني اتنين مجموعة الأعمدة اللي بتشترك في واحدتين او والله العمود ده مشترك في واحدتين الواحدة دي والواحدة دي كذلك العمود ده والعمود ده والعمود المشترك في 3 وحدات لا يوجد هنا عمدة مشترك في 3 وحدات مجموعة العمدة المشتركة في نون من الوحدات هذا مشترك في كم؟ هذا مشترك في 4 وحدات كل عمود يتكرر أو مشترك في كم مربع هذا ما نوجده طبعاً ن 1 تعال نرى الشكل موجود معنا اكتبامنا هنا ونشوف ا ему 1? 2 و7 واحد ونصف 9 واحد ووا�فزة ا thế onlar اللي Mih study الجنبيها مربع واحد واحدة واحدة اي اي الاعمداء اللي جنبها مربعين? أده اده واته اده دان 유�form muchos مربعين إحضر بالك3 تلك و8 أيضا جنبها مربع واحد ايه العامداء اللي جنبيها 3 مربعاتها ستجد أن تدور إلا الواحد ونص دول. هو ده اللي جنبيه التلت مربعات دول. تلت وحدات دول. الأعمدة اللي جنبيها أربع وحدات. هتلاقي الثلاثة اللي في النص دول. هم دول اللي جنبيهم أربع وحدات. فيه خمسة لا مفيش. فيه ستة لا مفيش. خلاص بأنا أخري أربعة. في المسألة دي طبعا. فنرجع ثاني بقى نعمل عمود. اسمه عين واحد. نكتب الأعمدة اللي هم جنبيهم واحدة واحدة. عين اثنين الأعمدة اللي جنبيهم وحدتين. عين ثلاثة الأعمدة اللي جنبيها تلت وحدات. عين أربعة الأعمدة اللي جنبيها أربع وحدات. وجمع الأعمدة دي كلها. الدين المجموعة إن هي لعين واحد وعين اثنين وعين ثلاثة وعين أربعة لأن العين هي مجموعة الأعمدة المشتركة في وحدة أو وحدتين أو ثلاثة أو أربعة وكذا. خلاص نبدأ نطبق بقى في القانون ده. الحجم بيساو مساحة الوحدة الوحدة 40 في 40 في عين 1 10 في 1 من 10 الزئد 2 في عين 2 12 زئد 3 في عين 3 3 في 1 ونص زئد 4 في عين 4 4 في 4 على عدد أركان الوحدة 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 فيها أربع أركان يديني حجم الشكل بالكامل مرة واحدة بس ده هيعتمد أن الوحدات كلها كن بنفس الشكل هنقول مساحة الوحدة الوحدة فلازم تكون الوحدات كلها زي بعضها ما ينفعش يبقى عندك وحدة مثلا مربع مربعات مثلا مقاس 20 في 20 وبعد كده مربعات مقاسات 10 في 10 مثلا وتغيب كله زي بعضه لا لازم تطبق على نفس الشكل نفس المربعات يبقى احنا نطبق ده الوحده وده الوحده لو المربعات مختلفة لو الوحدات مختلفة لنأخذ مثال حاجة بالشكل ده ده ميزانية شباكية لسطح الأرض الطبيعية ميزاني المقاسات ديت خمس مربعات الواحدة 20 متر ميزاني الاتجاه التاني 3 في 20 متر وميزاني المسافة دي عبارة عن نص دايرة ميزاني مركزها هنا على الضلقة ده في نص الضلقة ده كده وميزاني النص في قطر بتاعها لواء المسافة دي لحد نقطة لامل يأبعد حاجة 30 متر بيقول لي أنا عايز أعمل تسوية لسطح الأرض الطبيعية على سطح الانشاء ده اللي هو بيقول لي المسافة دي من هنا لحد هنا أفقي بمنسوب 10 بعد كده يبقى مايل لأسفل بميل 1 لعشرة يعني كل لما يمشي 10 متر ينزل 1 متر فطبعا المنطقة دي كلها 10 خلاص دي سهلة كل المنسيب 10 خلاص احنا قلنا المسافة من هنا لهين كام احنا قلنا المسافة دي 20 متر 20 متر يعني كل لما يمشي 10 أنزل متر طب كل لما يمشي 20 يبقى أنزل كام مترين ننزل من 10 مترين يبقى وصلنا لمنسيب 8 منسيب 8 النقب بقى دي يبقى المنسوب بتاعها كام هي دي النقطة بقى المهمة أنا عندي المسافة الثانية دي 30 متر بس 30 متر لحد فينا بشانسي حد نقطة لام لحد بداية أقصى نقطة في الكيرف هذا المسافة دي اللي هي دي 30 متر دي اللي ينقق نصف القدر 30 لكن في الحقيقة أنا عايز المسافة ده هيت عشان أعرف أنا من 8 هنزل المسافة قد إيه عايز أعرف المسافة ديت قد إيه خلص أنا هكوم مسلس اللي هو ده طب ما هو ده مدام ده نقق بشانسيب الميل ده برده نقق أي مسافة من النقطة من المركز دي هنا ده نقق طبعا فخلص المسلس ده المسافة دي نقق نقق خلاص معروفة بـ 30 والمسافة ده هي من هنا لحد النقص ده المسافة كلها عشرين يبقى نصها كام؟ عشرة المربع نفسه عشرين يبقى نص عشرين يبقى نص عشرين يبقى عندي مسلس يا شباب الميل ده 30 نقق وده عشرة نعرف نجيب الضلع اللي احنا عايزينه اللي هو هنسميه طهنون ده نعرف نجيبه بسهولة في سغورس جزر 30 تربية نقص عشرة تربية لما نجيب طبعا المسافة دي هنقول طبعا واحد الى عشرة يبقى لما ممشي مسافة كذا أنزل مسافة كام؟ هو ده اللي احنا ايه عايزين أهوة شباب المسلس اول نقق 30 والرأس ده بعشرة جزر 30 تربية نقص عشرة تربية 38 28 من 100 رأس الافق والميل واحد لعشرة لما امشي مسافة 28 28 من 100 انزل كام؟ انزل 3 2 828 من 1000 يبقى منسوب النقطة كام بقى احنا هنا كنا بدقين من 8 يبقى 8 ناقص المنسوب اللي انزلته في المسافة دي يديك منسوب نقطة نون 8 ناقص 2 828 من 1000 يطلع 75 من 100 ده منسوب نقطة نون يبقى احنا كده جبنا مناسيب سطح الانشاء كلها هنطرح بقى شباب الأرض الطبيعية ناقص التسوية وسطح الانشاء يديني ميزانية تانية بارتفاعات الحفر والردم نرسل نفس الشكل تاني ونطرح الأرض الطبيعية ناقص الرقم اللي قباله بسطح الانشاء يديني ارتفاعات الحفر والردم طبعاً لو موجب بنقول علي ايه لو موجب حفر تب في ارقام طلع سوالب قاعدة معناها ايه السوالب ان الارض اقل من الانشاء وبالتالي هيتعمل لها ردم جبت خلاص بسهولة مناسيب ارتفاعات الحفر والردم في الشكل ده عايزين نحدد بقى المنطقة او الخط الفاصل بين الحفر والردم ده اللي اسمه خط كنتور سفر حفر والردم هو الخط الواصل بين النقط اللي ارتفاع الحفر عندها وارتفاع الردم عندها يساوي سفر مفيش حفر ومفيش ردم هو الخط الناتج عن التقاء سطح الانشاء مع سطح الارض الطبيعية خلينا نشوف هنا تشوف اي رقم موجب وشوف الرقم السالب اللي جنبيه يبقى بينهم مؤكد نقطة الصفر هنا عندها هوة لو هنا في رقم موجب وهنا رقم سالب يبقى اللي بينهم طبعا هي نقطة الايه السفر نجيب بقى مكان نقطة الصفر كيف بالنسبة والتناسب هنبدأ نشوف هنا طبعا واحد ونص ويسالب واحد ونص فمؤكد نقطة الصفر في النص بتقسم هنا عشرة وهنا عشرة هنا يا شباب واحد وهنا سالب واحد يبقى في النص برضو يبقى هنا النقطة دي كمان في النص طب هنا عندي هنا سالب واحد وهنا تموجب تلاتة عند شباب خطة هنا سالب واحد وهنا موجب تلاتة أعزين نشوف ايه المسافة دي كام والمسافة دي كام المسافة دي كلها كام المسافة دي كلها عشرين عشرين متر خلاص هنجيبها بنسبة والتناسبة دي سالب واحد وثلاثة كام واحد وثلاثة اربعة يبقى انت عندك هنا نسبة ربع وهنا ثلاثة اربعة يبقى هنا واحد على اربعة وهنا ثلاثة على اربعة ربع الى عشرين خمسة ثلاثة اربعة الى عشرين خمستاشر بسهولة خالص الارقام سهلة يبقى احنا جبنا المسافة هنا خمسة والمسافة الباقية هنا خمستاشر ايه الأرقام السوالب والموجب تانى ادى اتنين وسالب اتنين? فتبقى في النص طبعا عشرة وعمشرة يبقى اح realmente هي대 حددت خط كنتور صفر حفر وردن عن طريق ان انا شوف الرقم الموجب والسالب بقى احط نقطة صفر في مكانها بالنسبة والتناسب يبقى عندي النقطة دي في النص النقطة دي في النص النقطة دي في الربع والتلاث اربع النقطة في النص 所ف debقى والمس istar خد بالك دعونا في مناطق الردم الأول أنا لدي ره واحد سأخذ هذا المستطيل طبعاً سهدى أرى الأشكال التي تتكرر لا يوجد هذا الردم أو شكل يتكرر كل الأربع مناطق مختلفين سنسمي ره واحد المربع ره اثنين الشبه منحرد ره ثلاثة المثلث الذي فيه ره أربعة نجيب ره واحد كيف؟ المساحة في متوسط الارتفاعات عند الأركان لنطبق في القانون العامل الذي يجيب لي مجموعة من الوحدات لأن هنا كل واحدة لها مساحة مختلفة نجيب كل واحدة على حدة ره واحد تأتي كيف؟ المساحة بتاعتها 10 رفع 20 فيه إضرب إجمع المتوسطات الارتفاعات عند النقط المختلفة هتقول لي هنا واحد ونص وهنا واحد والنقطة دي كام؟ النقطة دي صفر ما عندهاش حفر والردن واقع لكم تخطي كنتر صفر حفر والردن النقطة دي صفر يبقى صفر وصفر وواحد ونص واحد على عدد أركان الوحدة كام؟ على أربعة تاب ره اثنين المربع كام؟ عشرين في عشرين واحد ونص اثنين وتمانية زائد اثنين سائد واحد على عددهم أربعة ره ثلاثة seharبوا انحارف مساحية الوحدة كان القاعدة دي فوق خمسة بقاعدة دي تحت عشر يبقى 5 زائد عشر على الاثنين متوسط القاعدتين في الارتفاع اللي هو المسافة دي هو عشرين يبقى 5 زائد عشر على الاثنين في الارتفاع عشرين ran في متوسط الارتفاعات اللي وقيت اتنين والنقطة دي سفر والنقطة دي سفر والنقطة دي واحد على الربعة يبقى أنا جبت شفهم حرف رائد تتبريها اربعة ده مسلس نص القاعدة في الارتفاع القاعدة بخمسة والارتفاع بعشرة هنا الربعة وهنا النص يبقى نص خمسة ف classrooms في المتوسطة أندي سفر و سفر و واحد على تلاثة لأن ده مسلس محدش يسمع على الاربع عند ثلاث اركان بس يعني بنجب متوسط الارتفاعات عند الاركان تعالوا نشوف هنا هو ادى اول ره واحد مستطيل عشرة في عشرين ومتوسط الارتفاعات بتاعت الرد ره اتنين مربع عشرين في عشرين متوسط الارتفاعات بتاعت الرد ره ثلاثة شبه من حرك متوسط القاعدة تنفي الارتفاع في متوسط الاعمدة ره ثلاثة مسلس نص القاعدة في الارتفاع متوسط الاعمدة لا تستطيع هنا ثلاثة لأنه لدي ثلاثة أعمدة لكننا أجبنا الره 1 و 2 و 3 و 4 جمّحهم لكي تصل إلى حجم مواد الردم كاملة 975.880 من 100 متر مكامل بعد ذلك أريد أن نصل إلى مناطق الحفر مناطق الحفر فيها ميزة أنها فيها مناطق متقررة كثير مثل هذا المربع هو نفسه المربع هو نفسه المربع هذا كلاته سيتأخذ مرة واحدة هؤلاء كلهم سنسميهم حفر واحد ونحسبهم مرة واحدة بعد ذلك سنبدأ نبدأ المستطيل هذا حفر 2 هذا الجزء حفر 3 حفر 5 نبدأ المختلفين هذا حفر 6 والمثلث اللي تحته حفر 7 لأن هذا الشكل عامل كده هو حفر 6 وحفر 7 هؤلاء اللي عاملين كده فأنا قسمتها مثلث وشبهم الحرف هذا شبهم الحرف وده مثلث حفر 6 وحفر 7 واللي تحته حفر 8 دعونا الأول فحه واحد عايزين نبدأ نشوف ايه الأعمدة المشتركة في واحدة واحدة طبعا 2 و7 وحدة 3 و8 واحدة واحدة 1 و2 واحدة واحدة 1 و4 من 10 واحدة واحدة عندي هنا 3 واحدة واحدة واحد ونص واحدة واحدة يبقى احنا كده ياهو اللي أنا بأعمل 아لههم دول دول المربعات اللي عاملتها اللي جنبيها مربع واحد طبعا أنتصا واحد واثنين دي جنبي مربعين هؤلاء خذ بالك أنا لما أعمل على الجزء اللي أنا بأعلم على هو ده اللي أنا ماش عالت ده اللي يتحل لوحده محدش يقول لي ده معانا واحدة 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 هؤلاء تنبيها واحدة تانية لا كفذ بالك أنت لما بتعامل معه جزء محدد ما لك دعو بالذي براها نحن دلوقتي لا نحسب معنا هذا الجزء من ضمن الشكل نحن طردنا هذا الجزء من الشكل نفسه ونحل جزء واحد فنحن لا نظر على الأجزاء التي لم تدخلت معنا نحن دلوقتي نحسب فقط الذي نظللله لنا الذي نحدده على هذا فواحد واثنين لا يقول لي لا هذا جنبها مربع أو واحدة كمان لا بالنسبة للشكل الذي نحسبه واحد واثنين جنبه كم جنبه الواحدة فقط واحد واربعة جنبه الواحدة دي فقط واحد ونص جنبه الواحدة دي فقط طب اللي جنبيها مربعين طبعا اربعة وستة من عشرة تلاتة واثنين اربعة من عشرة واحد تسعة من عشرة اتنين من عشرة تسعة من عشرة اتنين بعد كده لجنبي تلاتة طبعا الواحد ونص ده جنبيه تلات مربعات ده واحد اتنين تلاتة وعندي كمان التمانية من عشرة ده جنبيه تلات مربعات ما هي الأربعة مربعات 1 و 8 9 من 10 و 1 و 3 هؤلاء علي الرنص و4 مربعات اخيطي لي عن لأن رنصصه مربعين لقيفتهم من كافة الشكل ح mathematical rate عن 1. عن 2. عن 3. عن 4. حسب المجموعة بتاع الأعمدة بتاعتي. ح 1. طبعا مساحة الواحدة 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 عشرين في عشرين. 1. عن 1 زائد 2. عن 2. زائد 3. عن 3. زائد 4. عن 4. على عدد أركان الواحدة 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 يطلع لي 6070 متر مكعب. ده حجم الحفر ح 1. عايزين نحسي بشاب ح 2. ح 2 ده مستطيل سهل خالص. طول جتاعه والعرض معروفين 10 في 20. اضربه فيه متوسط 1 ونص و1 و0 و0 على الاربعة. سهل خالص. عايزين بقى النقطة المهمة ازاي نحسب ح 3 ح 4 ح 5. مهمة او النقطة ديت ليه. لان انا عشان احسب ح 3 لازين لي احسب مساحة ح 3. مساحة الجزء ده. نحسب مساحة الجزء ده ازاي. ونحسب ح 5 ازاي. ونحسب ح 4 ازاي. هو ده النقطة المهمة. انت تحسب المساحة. لان انت خلاص معاك متوسط معاك اللي ارتفعتها عند الارقام. بس ان انت تحسب مساحة الجزء ده. عشان نحسب مساحة الجزء ده. هنيجي ناخد مش ده المركز بتاعي. وده اقصى حتة في الدائرة. ممكن ناخد لو انا وصلت ده كده بالجزء ده. الجزء ده بقى عامل عبارة عن ايه. الجزء ده بقى اسمه قطاع دائري. قطاع الدائري الزاوية بتاعته بنقول عليها ايه. ايه. قطاع دائري. فالقطاع الدائري ده ببساطة سهل نحسب ايه. مساحته. طيب انا هستفيد ايه لم احسب مساحته. هطرح منه المثلث اللي انا هزل ده انا مش عليه ده. هطرح منه المثلث ده. يديني الجزء اللي فوق اللي هو حى ثلاثة. تعالنا نشوف الكلام ده. اده هو اتوصلت عايز اجيب زاوية هى. فزاوية هى المسافة ده كم? عشرة. النقطة دي بتنصف هنا على عشرين عشرة وعشرة. والنق طبعا معروفة تلاتين. خلاص سهلة خلاص نقول جتا. جتا هى. بتساوي عشرة على تلاتين. هنجيب زاوية هى. ومساحة القطاع الدائري بقى ايه? هي على تلتمية وستين في طه نق تربية. هي خلاص معروفة. والنق معانا خلاص. نجيبنا مساحة القطاع اللي هو فين من اول نقطة دي. اهل النقطة دي. والمركز بتاعه. لسه هنشيل بقى منه المسلس ده. عشان نوصل للجزء اللي هو رقم واحد. طبعا ما ننساش الحاة اثنان اللي احنا حسبناها. كانت مستطيل عشرة في عشرين في متواصل اربعة عامدة. خلاص. ده سهلة. نكمل بقى نجيب حاة تلاتة ازاي. خلان نجيب المسلس ونطرحه عشان نجيب المساحة واحد. وبالمناسبة المساحة واحد زي المساحة واحد اللي تحت دي دي بالزبط. فلما نجيب دي خلاص هي اللي تحت. طب المساحة اللي في النص تنجاب ازاي. خلاص فرضى ان انا جبت واحد اللي فوق واحد اللي تحت. خلاص ما هيدي كلها نص دايرة. شيل من نص دايرة مساحتين زي بعض اللي هو رقم واحد. هيديك المساحة للاي ايه رقم اثنين. خلينا الاول نحسن مساحة المسلس نص القاعدة نص حصل ضربة العام متجاورين. في جيب الزاوية بينهم. خلاص جبنا كده مية واحد واربعين اتنين واربعين من مية متر مربع. ده هو جابها هنا بي عند المسلسة هوا. عند هنا الزاوية ها. وعنده الضلقان دول. جابها نص حصل ضرب ضلقان متجاورين فجاء الزاوية بينه. بس احنا طبعا احنا جايبين من الاول المسافة دي. اللي هو الضلع القائم ده. كانت طلع تمانية وعشرون وشوي. هنقول نص القاعدة في الارتفاع. احسب باي طريقة اطلع نفس المساحة طبعا. مساحة القطعة واحد هتيجي مثل بقى مساحة القطاع الدائري نقص مساحة المسلس يديني مساحة القطعة واحد. ده مساحة القطعة التنين تجي نص دايرة نص طهنق تربية. شيل منها اتنين في المساحة واحد. اقود. المساحة واحد اقود فوق تحت. هنشيل الاتنين دول من نص دايرة يديني المساحة اللي هي رقم اتنين دي. خلاص سهلة بقى يا شباب ان احنا نقول. حاها ثلاثة المساحة بتاعتها اهيت. في اتنين واحد واثنين واحد تلاتة وسبعين اللي هي الاعمدة تلاتة على تلاتة. وحاها اربعة المساحة بتاعتها اهيت اللي هي كانت واخده القطع رقم اتنين. خمسة وماتة وانية وثمانية شوية. في متوسط الاربع اعمدة. حاها خمسة. اخو بلاك نفس المساحة ايه ربعمية واتناشر بتاعتها تلاتة. بس الاعمدة طبعا مختلفة وبالتالتة اللي هي حجم مختلف. كده حسبت التلاتة اعمدة. بقى كده حاصل تحاصل تخلص سهلة بقى ده شبابه منحرف القاعدة بتاعته ديت عشرة. والقاعدة بتاعته ديت عشرين. يبقى متوسط عشرة زاد عشرين على الاتنين في الارتفاع عشرين. في متوسط بقى دي بقى واحد تمانية من عشرة سفر وثلاتة. عندك حاها سبعة ده مسلس. القاعدة بتاعته ديت خمستاشر. واللي ارتفاع عشرة هو تبرى المسلس. يبقى نص خمستاشر في عشرة. في متوسط تلاتة اعمدة. عنده تلاتة وسفر وسفر على تلاتة. حاها تمانية دي سهلة برضو. عنده هنا عشرة وفوق خمستاشر. شبه منحرف. عشرة زادة خمستاشر على اتنين في الارتفاع عشرين. في متوسط عندك اتنين. تلاتة زيرو زيرو. على اربعة. عندك حاها ستة خلاص حسابنا شبه منحرف. حاها السبعة كان مسلس. حاها شبه منحرف. حجم وبالتالي خلاص جبت الحاها واحد لحد. ده حاها تمانية نجمحهم ونجيب حجم مواد الحفر. حجم مواد الحفر ببعدا ما حسبناه. واحنا كنا حاسبين حجم مواد رانب. يقول لي هلنحتاج توريد مواد للموقع قبل ما انا ابدأ في عملية الحفر والردم. هدا بقى عامل حساب ان انا هشتري مواد من برا الموقع ووردها عشان ابدأ استخدمها في الردم. طبعا لو حجم الحفر اكبر هيكفي. فخلاص ان انت تحفرها تردم بيه. لكن لو اقل فمش هيكفي فاضطر تورد مواد. طبعا هنا حجم الحفر اكبر من الردم. وبالتالي مش هتحتاج مواد لتوريدها لاستخدمها في عملية الردم. نموذج تاني برضو. اه مسلس القاعدة بتاعته. سبع اه مسافات. المسافة عندي خمسين اه متر. يبقى تلتمة وخمسين متر. والرأس اربع مسافات اه في خمسين متر يعني امتين متر. اخو ببالي بس ان ان الرأس ده ان المثلث مش متماثل ايه ده الخط الفاصل الرأس هنا عندي كان مربع عندي اده واحد اتنين ثلاثة وهنا عندي كان واحد اتنين ثلاثة اربع يبقى عندي امتين متر النحية دي ومية وخمسين متر ايه النحية دي وبالتالي لما تيجي تبص هنا طبعا لان هنا عندك هتلاقي هنا النقط بتلتقي مع بعضها على الضلع المثلث اللي هو الميل ده هتلاقي عندك النقط او الاضلع بتلتقي على الضلع الميل لكن تعال بص الناحية التانية طبعا بتلاقي ان طبعا الميل بتاع المثلث ده اختلف ما عادش بص يعني هنا مثلا كان عندي هنا متين وكان الرأس معروف متين فعنده كان الضلعين متساويين فكان النقط بتلتقي على الخط الميل لان الزاوية دي كانت زاوية كم زاوية خمسة واربعين لان عندي الرأس زي الافق لكن هنا الزاوية دي طبعا مش خمسة واربعين لان عندي الافق مية وخمسين والرأس متين فبالتالي تيجي تبص على الضلع ده يلتقي مع الضلع ده لا تلاقي ملتقوش نقطتين وكذلك هنا ملتقوش كذلك هنا ملتقوش يبقى عندك كم نقطة عندك أدى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دول خمس نقط على الضلع المائي المهم الشكل اللي قدامنا ده حسب مناسيب النقط في الموقع وجبهلنا بالشكل ده مناسيب الأرض الطبعي وبيقول لي أنا عايزك تسوي الأرض دي على ميلين الأرض دي ميلة في اتجاهين أول حاجة مديني نقطة ألف منسوبها تمانية متر دي النقطة الوحيدة المعطاة بيقول لي فيه ميل في الاتجاه الرأس ده واحد لخمسين لأسفل يعني كلما تمشي خمسين تنزل واحد متر وعندي ميل في الاتجاه من الغرب إلى الشرق في الاتجاه ده واحد الاربعين لأعلى يعني كلما تتجه نحية الشرق بتعلى كلما تمشي أربعين تعلى واحد متر خلينا في الاتجاه الشمال إلى الجنوب اللي هو واحد لخمسين معدل الانخفاضي بقى كام كلما تمشي خمسين طرفين في وسطين تنزل واحد متر يبقى أنت هتنخفض واحد متر عشان كده يا شبقوا امتجاه كده هنا دي 8 يبقى المسافة دي طبعا 50 بقيت وصلت لكام 7 6 5 4 يبقى أنا مشيت في اتجاه رأسي ما ليش دعوا بالميل بقى شرق الغرب لأن أنا اتحركت الشرق الغرب أنا اتحركت رأسي فكل 50 نزلت واحد متر اتجاه بقى من الغرب إلى الشرق بيقول لك كل ما تمشى ربعين ترتفع واحد متر طبعا أنا عندي المسافات أنا مش أربعينات هنا خمسية يبقى الارتفاع والخفاء بتاعي كام 50 في 1 على 40 تطلع واحد وربع يبقى أنت لما تمشي من الغرب للشرق كل خمسين متر ترتفع على واحد وربع متر نستركز بقى معايا أنا دلوقتي المعايا هو الخط اللي في السنتر ده لو أنا همشي من الغرب رايح الشرق هزيد طبعا من الشرق رايح الغرب هقيل فهنا عندي دية 7 متر نقل منها واحد وربع تبقى خمسة خمسة وسبعية ها دية 6 متر نستركز منها واحد وربع أربعة خمسة وسبعين أربعة خمسة وسبعين نستركز منها واحد وربع تبقى ثلاث ونص أنا ماشي كل خمسينات أوه 5 متر نشرل منها 1 ربع 3 ربع 75 نشرل منها 1 ربع 22 مارا 1 ربع 4 ها 75 ربع 1 ربع نشرل 1 ربع بقيت ربع نشرل منها 1 ربع بقت سالب 1 يبقى احنا هنا ماشيين بانتظام بنقل 1 ربع تابل على نمشي بقى الناحية الثانية ناحية الشرق في الاتجاه ده هنزيد ال 4 بقت 5 ربع بقت 6 ونص بقت 7 و75 انا ماشي كل 50 ركز معانها خمسةenas ستة وربع سبعة ونص سابعة foam نقاط الميلا اللي في النص دي الخامس نقط دول إحنا محتاجين نحسب منسوب الإنشاء بتاعهم ببساطة أنا لو أعرفت المسافات بتاعتهم دي المسافة دي أو المسافة دي أو المسافة دي يبقى أنا سهل أن أنا أحسب منسوبه كذلك لو أعرفت المسافة الرأسية الزغيرة دي لأي نقطة T والمسافة الرأسية النقطة السين يبقى أنا هعرف أجيب منسوبهم هنشوف الكلام ده في مسلس رأسي مسلس رأسي كبير هو عندك الخطوط الأفقية دي هي دي نقطة دال وجيم وصاد المسافات دي كل واحدة خمسين والمسافة مية وخمسية نعرف نجيب المسافات ديت بعد نقطة صاد عن هذا السنتر دي سهلا بشان نسخلص بالتشابه شاب المثلث الصغير مع المثلث كبير أنا قول المسافة ديت اللي احنا عايزينها على مية وخمسية تساوي الرأس خمسين على الرأس الكبير متين تجيب دي سبعة وثلاثين ونص ديت جيبها ازاي ديت على مية وخمسين تساوي كام الرأس بتاノية مست cousinsة كام مية مسافتين خمسين على متين كذلك بالتشابه برضو ديت على مية وخمسين تساوي مية وخمسين على متين نعرف نجيب برضو ديت ما هي أصلا خمسين على متين ديت الدين ايه ربح ربع ربع المية وخمسين كام سبعة وتلاثين ونص تب 100 على 200 دي نص نص الـ 150 كم؟ 75 تب 150 على 200 دي تلت تربع تلت تربع الـ 150 112 ونص خلاص انت تقول ميل كم بتاع من الغرب اللي شار كم 41 لـ 40 تبان عند الـ 112 ونص تديني كم 281 يعني اعلى من النقطة دي اللي كان منسبة 5-2-81 توصل لـ 7-81 بالمثل اشارها تحسب نقطة الجيم ونقطة صاد تعالى على المقطتين اللي هو جاي عليهم أضلع رأسية من تحت الفوق المسافات دي خمسينات والمسافة الرأسي دي متين عايزة المسافة دي نشابه المسافة دي كان خمسين على 150 يعني التلت في 200 تلت المتين كم؟ 66 و67 من 100 تبديل 100 على 150 يعني تلتين المتين 133 جوبيه بين شابه المسلسات حتى نعرف المسافات الميل اللي هو من رأسي إلى أفقي من الميل من اتجاه الشمال للجنوب واحد لخمسين المسافة 66 و67 من 100 تبديلني كام؟ واحد 33 من 100 يبقى منصوب نقطة هه كام؟ احنا كنا بيقول من الشمال للجنوب بتقل يبقى من الجنوب للشمال بتعمل بتزيد عن الستة ونص المسافة دي واحد 33 و3 اطلع سبعة 83 بالمثل اتحدي نقطة الصين سبعة 92 برضو نفس الكلام تقول واحد لخمسين المسافة اللي أنا مشتها 133 و33 من 100 يبقى كام؟ طرفين في وسط ايه؟ يبقى اجمع الخمسة وربع المسافة اللي انت ايه؟ المنسوب اللي انت جبتو ده خلاص بقى عندك بقى خلاص مناسيب جميع النقطة حتى دول اللي هم مكانوش موجودين متقطعين مع بعض اعرفنا نجيبهم برضو بتشابه المسلسات خلاص بقى عندي مناسيب سطح الانشاء كاملتا هترحى من مناسيب سطح الأرض الطبيعية هجيب ارتفاعات الحفر والردم طبعا هشوف بقى الأرقام اللي هي موجب والأرقام اللي هي سلب وحدد نقط اللي بينهم اللي هي نقط صفر حفر وردم نقط التقاء الحفر بالردم ده 1 وربع وسلب ورح ودوربع يبقى في النص عند هنا 6 من 10 وسلب 4 من 10 يبقى النقطة هنا 4 من 10 طبعا و6 من 10 دول مجموحهم 1 فانقول 4 من 10 على 1 فانجيب المسافات دي نقسمها تطلع هنا مثلا بدل الخمسين تبقى هنا 20 و30 عشرين وتلاتين نفس النسبة. عندي النقطة دي برضو اربعة من عشر وسالب اربعة حرف النص. وهنا عندي فيه نقطة طلعة صفر. في ركني فعند ده اللي يمر بها خط كنتورة صفرة حفر ورد. والنقطة دي سالب نص وخمسة ومية برضو. هنحسبها نسبة وتناسب. نجيب المسافات قد ايه ونوصل بنا. يبقى الخط اللي انا وصلت به ده ده خط كنتور صفرة حفر ورد. من الناحية ده حفر. ولن الناحية طبعا نبقى نقسم بقى الحفر المربعات اللي شبه بعدها ده حق واحد. حاجات بقى مختلفة حق اتنين حق تلاتة خمسة ستة تمانية تسعة. نيجي مثلا للجزء ده انا عايز مثلا نشوف الجزء ده لانا امشى عليه ده. ده شكل ايه ده ده مش شكل هندسك ده عندك شكل خمس اضلع. فانت هتعمل ايه تقوم جاي هنا موصل الخط ده ومقسموا مسلس وشبه منحارف. يعني احنا نقسم براحتنا للشكل نفس الكلام هنا برضه ده. ده برضه نفس الكلام. ده برضه نقسمه مسلس وشبه منحارف. احنا نقسم براحتنا بحيث نعرف نحسب. مساحة الوحدة في متوسط الارتفاعات عند الارقام. كذلك الردمة برضه شباب اهو ره واحد ره اتنين ره ثلاثة واربعة وخمسة. اه وستة. اه يبقى انت هتشوف لو في مربعات متشابهة زي دول. خلص هنحسبهم مرة واحدة بالقانون العام. لكن لو وحدات بقى مختلفة هنحسب كل واحدة على حدة. مساحة الوحدة في متوسط الارتفاعات عند الاركان. وتحسب بقى حجوم الحفر ويه حجوم اه الردم. وتكرر ان كنت اتورد مواد للمواقع ولا لا. الكنتورية. ايه الخرائط الكنتورية? الخرائط الكنتورية هي نوع من انواع الخرائط التوبغرافية واللي بتبين طبيعة سطح الارض بما فيها من ارتفاعات وانخفاضاتا.ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسافات متساوية المسافة بين كل مستويين كنا بنسميها الفترة الكنتورية مسافة بين كل مستويين كنا بنسميها الفترة الكنتورية لو أنا عندي أول منسوبه منسوب 30 فكان اللي لو همشي كل 10 متقر ب40, 50, 60 فالفترة الكنتورية سابتة فبغض مستويات وهمية تقطع سطح الأرض وبشوف نتيجة القطع ده عبارة عن إيه فكنت بنزل طبعا عندي خط كنتور 80 أطع هنا وهنا فبنزل بهم رأسي وأمرسم خط كنتور 80 خط كنتور 70 أطع هنا وهنا فكنت بنزل بهم رأسي تحت كده وكذلك هنا وارسم خط كنتور 70 بعد كده خط كنتور 60 وهكذا فبرسم خطوط الكنتور خط الكنتور كان هو عبارة عن خط أفقي وهمي بيصل بين النقط ذات المنسوب الواحد يعني جميع المستوى ده طبعا أطع عند منسوب 70 فجميع النقط اللي عن المستوى دي منسوبها 70 كذلك خط الكنتور بيمر بين النقط جميعها منسوبه 70 احنا عايزين نحسب الحجوم من الخرائط الكنتورية الشكل ده اسمه خريطة كنتورية ممكن بغض النظر عن أن أنا أشوف الشكل التل أو الهضب ده من شكل للخريطة الكنتورية أنا هاعرف هنا ده تل أو أو هضبة أو حفرة أو منخفض في الأرض بصنا المنسوب بيحصل له 30 40 50 60 المنسوب بيزيد والحلقات ب مساحتها بتقل فمعنى ذلك أن أنا بكون جبل أو تل أو هضبة لأن القعدة بتاعت التل بتبقى مساحتها كبيرة ومنسوبها واطي كل ما تيجي تطلع فوه منسوب بتزيد المساحة بتاعت التل لنفسها بتقل كذلك لحد ما توصل لقمة التل أو الجبل فمساحته بتقل فده تل أو هضبة نحسب مساحة لو أنا حبيت أقول أحسب حجم الحفر اللي أنا أحفره من التل أو الهضبة ده لو أنا جيت قلت عايز أحفر التل ده فأنا محتاج أحسب حجم التل أو الهضبة ده الحجم ده أنا أحسبه إزاي؟ البساطة خالص أنا أخدت قوانين لإيجاد الحجوم من القطاعات العرضية أنا هاعتبر التل أو الجبل ده عبارة عن مجموعة من القطاعات العرضية موازية لبعضيها عن القطاع عند 30 قطاع عند 40 قطاع عند 50 ده قطاعات مكونة ليه الجبل أو التل كل قطاع ليه مساحة معينة يعني القطاع ده ليه مساحة معينة نجيبها إزاي؟ ألو ما هو مش ده مساحة ده شكل الجبل عند المنسوب 30 اللي أنا بحدد عليه ده آه ينفع تحسب المساحة دي؟ آه سهل خالص إما نحسبها عن طريق شبكة المربعات أو جهاز البلانيميتر نجيب شبكة من المربعات على أولئة الشفاف ونبدأ نعد المربعات ونقدر أجزاء أو قصور المربعات ونضربها في مساحة المربع الواحد نجيب مساحة الشكل ده أو بجهاز البلانيميتر نحسب مساحة الشكل ده المهمة أنا حسبت مساحة قطاع التل عند منسوب 30 كذلك هتحسبه عند منسوب 40 نجيب لي سين 40 سين 50 سين 60 سبعين تبعين جيبت مساحة عرضية مكونة للتل تب ما ممكن نطبق قانون متوسط القاعدتين المتوازية إن يقول الحجم بتاع الشكل ده بيسو إيه المسافة بين القطاعات كي Qi DC قانون بتقولي يوالمساحة أخر مساحة kuncano في باقية المساحات نفس الكلام عين اللي يمساحة بين القطاعات هي الفترة الهندسرية بقى الفترة الهندسرية على الافنين أول مساحة سين 30 آخر مساحة سين 80 زائد اتنين في باقية المساحات اللي يب باقية سين 70 و60 و50 و40 كده حسبنا حجم الحفر اللي أنا هطلعه لو أنا حبيت أحفر الجبل ده طيب أنا لو أنا حبيت أردم حوالين الجبل ده يعني أردم المنطقة دي عشان أسوي بخط كنتور 80 يعني عايز أسوي المنطقة فخلاص خلي التل أو زي ما هو واردم المنطقة اللي حوالين التل بتاعك فإحنا عايزين نحسب حجم الردم اللي نحطه فمبدئيا هي النقطة 30 دي اللي عند منسوب 30 هيجي عندها الردم لأ ده النقطة دي صفر ما عندهاش إيه ما عندهاش إيه ردم هيجي نحيط نقطة 40 آه ده هيجي في الشريحة دي الشريحة دي اللي ديت الشريحة دي محيطة بالجبل عند منسوب ايه 40 الشريحة دي محيطة بالجبل عند منسوب ايه 40 مساحيتها تسوي ايه هي المساح المساح هنا كام المساح هنا سين 30 طيب المساح هنا كام سين 40 يبقى احنا هيبقى 30-40 يديني الشريحة اللي حوالين الجبل يعني انا مثلا عندي خط كنتورة هو ده خط كنتورة 40 واللي بره ده خط كنتورة 30 الفرق بينهم هو ده المساحة اللي هتتردم بين 30 و 40 هي فين الجزء اللي هتتردم ده هنيجي نبص كده لو انا جيت وصلت كده ونزلت رأس كده المسلس ده او الشريحة دي هي اللي هتتردم الجزء ده ها جيت هنا الناحية التانية هو ده الجزء اللي هتتردم ده اللي احنا حسبنا المساحة بتاعته المساحة اللي هتتردم ايه هي 30-40 طيب عندي هنا المساحة عند قطاع 50 الى تردم ايه برعا 30-50 يديني الشريحة دي ما هي مساحة 50 من اول هنا لحد هنا ومساحة 30 من اول بره لحد بره خالص هنا يبقى الفرق بينهم هو 30-50 يبقى احنا عايزين نحسب الكلام ده طيب هنا مثلا المساحة اللي حوالين الجبل كام المساحة الكبيرة 30 نقص المساحة الاصغر 80 نحسب زي حجم الردم الاجمالي هنقول المسافة على الاثنين الفترة كنتورية على الاثنين اول مساحة المساحة هنا كام 30-20-30 بصفر ما فيش مساحة ردم هنا اخر مساحة 20-30 كام 80 زائد اثنين في المساحات اللي بينهم اللي هو كام 30-70 و 30-60 و 30-50 و 30-40 الكلام ده هوت هؤلنا نحسب المساحات بشبكة المربعة التأو البرانوميتر حجم الحفر الفترة كنتورية على الاثنين اول مساحة 20-30-80 اثنين في بقية المساحات اللي بينهم حجم الردمي لأنه هارد محورين الجبل لفترة كنتورية على الاتنين أول مساحة بصفر آخر مساحة 30 نقص 80 اثنين في بقية المساحة اللي هي 30 نقص 40 و30 نقص 50 و30 نقص 60 و30 نقص 70 طب أنا عايز بقى مش هحفر الجبل ولا هارد محورين الجبل أنا عايز أسوي على منسوب 60 مطلوب التسوي على منسوب 60 كلام ده يتم ازاي اذا منسوب 60 اهو تسوية يعني إذا الجزء اللي فوق 60 ده اللي هو الشوية دول هيتعملهم ايه حفر دول جزء من الجبل هيتعملهم ايه حفر والجزء اللي تحت дه هو اللي برده منوش لازمة انا الجزء اللي تحت ده هو اللي تحت ده هو ده اللي هيتردم الاتنين دول هتردم الشريحة اللي حوالين الإيه الجبل دي لاتردم يبقى عشان أسوي على منسوب 60 اللي فوقيه تعمله حفر واللي تحته تعمله رده عشان تسوي اللي فوقيه الجبل لسه فوقيه من 60 ل80 دول هتعمل لهم حفر ازاي هنقول الفترة الكنتورية على الاتنين اول مساحة 260 اخر مساحة 280 زي الاثنين في مائة المساحات اللي بينهم الياسين كام 70 تاب الجزء اللي يتردم اللي هو حوالين الجبل اللي حد تحت هنا اللي هو ايه الفترة الكنتورية على الاتنين اول مساحة اليسين 30 نقص 20 30 الابسف سن 30-60 الأوال في المساعات التي صديقيها which 30-50 يمكنك سن 30-40 المساعات الجانبية حل التسويع finished 60 حجم الحفر ella's 5 على الأ詰метImp أول مساحة 60، آخر مساحة تبعينية 2 في بقية المساحات اللي بينهم اللي هي سبعية حجم الردم إردن بقى اللي تحت الستين اللي هو ايه فترة كونتولرة 2 على فيه سفر فيه زائد سنة 30 نقص ستين زائد 2 في بقية المساحات البيانية سنة 30 نقص سنة 40 وسنة 30 نقص سنة 50 يبقى احنا كده عملنا تسويه خلينا نفهم اكتر ان احنا نجد حالة حفرة او خزان ارضي الحفرة او الخزان ارضي زي الوضع ده كده يبقى برضو قطاعات وهمية عند 30 وعند 40 وعند 50 عشان ابين طبيعة سطح الارض وارسم خريطة كنتورية عن طريق خطوط الكنتور فبنزل من الثلاثين من ضغطة القاطعة ونرسم ده خط منحني متصل منسوبه 30 كذلك ادى المنسوب 40 كخمسين ستين سبعين تمانين طبعا هنا ممكن نعرف ان ده حفرة او خزان ارض ازاي ان كل ما الحلقات بدي المنسوب بيقل يعني انا عندي اوسع حلقة هي الاعلى كل ما تنزل تحت المساحة بتقل تقل 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 حد ما توصل لقاع الحفرة تبقى اقل حاجة خالص اذا ده عكس التل او الهضبة يبقى انا عندي كل ما زاد المنسوب باتساع الحلقات كل ما يزيد باتساع الحلقات كل ما يعبر عن حفرة او خزان ارضي طب كل ما يقل باتساع الحلقات يبقى ده جبل او تل او مرتفع المهم احنا عدلوقتي خلاص خلاص بين مربعات شبكة المربعات او بالبلانميتر جبنا المساحة داخل خط كنتور تلاتين واربعين وخمسين لحد تمانين عايزين نردم الحفرة دي خلاص احسب الحجم ازاي الفترة كنتورية ليه المسبب من كل قطاعين على الاتنين احنا نردم ايه طريقة حساب الحجوم من القطاعات العرضية الفترة كنتورية على الاتنين اول مساحة سين تلاتين اخر مساحة سين تلاتين اخر مساحة سين تلاتين اثنين في بقية المساحات اللي بينهم طب لو كنت عايز اسوي على منسوب ستين فهلس كنت هردم لحد ستين كنت هردم لحد ستين بس فهنقول حجم الرد فترة كنتورية على الاتنين اول مساحة سين تلاتين اخر مساحة ستين اثنين في بقية المساحة بينهم الاربعين وخمسين يبقى أنا هنا لما جيت أردم الحفرة كلها اشتغلت من 30 لـ 80 يبقى هردم لحد الـ 60 يبقى من 30 لحد الـ 60 واللي بينهم 50 و 40 عايزين نسوي بـ 30 يعني عايزين نشيل الأجزاء اللي في الجنب دي تعمل لها حفر خلاص هو المساحة هنا تعمل لها حفر مفيش ده مفيش ده سفر 2080 و 2080 لأن أوسع مساحة عنده هي 2080 الجزء اللي يتعمل له حفرة ده اللي أنا بمشي عليه مين وشمال حوالين الحفرة ده يتعمل له حفرة مساحته كام هي المساحة من هنا لهنا سن 70 من بره خالص لبره خالص سن 80 يبقى الفرق بينهم كام سن 80 نقص سن 70 80 نقص 60 80 نقص 50 80 نقص 40 80 نقص 30 اللي هو التحت هنا الشوية دول دول حوالين المساحة 30 سن 80 نقص 20 30 يبقى تعمل ايه تقول الفترة الكنتورية على الـ 2 أول مساحة 0 آخر مساحة سن 80 نقص 30 اتنين في البقية المساحات اللي ايه اللي بينهم تب هاسوي على منسوب 60 يبقى انا هاحفر الجزء اللي هو الحد 60 بس اللي هو ايه فترة الكنتورية على الـ 2 سن 80 نقص 20 80 اللي هو 0 سن 80 نقص 20 60 واثنين في بقية المساحات اللي بينهم اللي هي سن 80 نقص 20 تبعيد اه ده هو حجم الحفر فترة الكنتورية على الـ 2 من 0 لسن 80 نقص 20 30 واثنين في المساحات اللي بينهم زيما احنا قلنا تبلا هاسوي على منسوب 60 كنت تحفر الجزء باللي هو بين 80 و 60 اللي هو 0 2080-60 2 في بقية المساحات اللي بينهم اللي هي 80-70 يبقى الفكرة عندي الفكرة عندي لو أنا معايا تل أو جبل فأنا عندي مساحات القطاعات العرضية تعبر عن مساحات التل أو الجبل مساحات القطاعات العرضية عندي المناسيب المختلفة للتل أو الجبل فلما أنا أجأ أقول المساحات اللي حوالين الجبل لو عايز أردمها يبقى مساحات عبارة أكبر مساحة ليه قاعدة الجبل ليه أوطى منسوق اطرح منه مناسيب الجبل المختلفة يديك المساحات الفراغ اللي حوالين الجبل اللي هيتردم طب أنا لو عندي حفرة أو خزان أرضي فأنا عندي مساحات خطوط القطاع تعبر عن مساحات الفراغ اللي جوه الحفرة عند المناسيب المختلفة سين ثلاثين واربعين لحد مثلا تمانين دي كلها مساحات فراغ لكن أكبر مساحة فيهم هي أعلى مساحة هي أعلى منسوب طب أنا عايز أحفر حوالين الحفرة في الجزء الجانبي هنجيب المساحات هي أكبر مساحة سين ثمانين مثلا ليه أعلى مساحة شيل منها المساحات بتاعة الحفرة الفراغ اللي وجوه الحفرة المختلف وانتنازل لتحت تديك المساحات الجانبية اللي فيها جزء عايزة حفر خلينا نشوف أمثلة بس قبل ان نروح لأمثلة افرد أنا عندي قطاع عند 50 وقطاع عند 60 قطاع عند 60 منسوب خط كونتور 60 مساحة 30 متر مربع خط كونتور 50 مساحة 450 متر مربع وبيقول لي أنا عايز نسوي على 54 حتى سؤال 54 يبقى ازاي بقى نحسب مساحة القطاع اللي 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 عندي منسوبة 54 أنا عندي 60 وعندي 50 هنعمل يانيجي عند 54 ونقوم بخط كده ونكون مسلس في الآخر كن القاعدة بتاع المسلس دي هي الفرق بين المساحات اللي هو 450 نصل 320 ده الفرق بينهم والمسافة دي خلاص معروفة اللي هي كان لو 54 يتفرق عند ال60 بكان بستة والمساحة اللي تحت 54 عن ال50 بكان باربعة نجيب نفرض المسافة دي سين ونحسبها نقول سين على 450 نصل 320 بتسوي الستة على المسافة دي كلها اللي هي عشرة نجيب السين ب78 سين طبعاً طبعاً يلاقي الجزء ده بس نجمع عليه لسه الثلاثمائة وعشرين دي المسافة دي كلها يبقى 320 زائد سين يبقى احنا برضو رجباً نتعلم ازاي لو قال لتسويه على سطح بين خطي كنتوري يبقى احنا رجباً نحسب مساحته بالنسبة والتناسب بالشكل ده ناخد مثال عندي شبكة او خريطة كنتورية سبعين تمانين تسعين مية مية وعشرة كلما مساحة الخطوط كنتور بتقل كلما المنسوب بيعلى معنى ذلك انه عبر عن تل او جبل زي الرسمة دي ازاي نحسب حجم الحفر اللي نحفره لو سوت على منسوب سبعين اللي هو اقل منسوب مديني طبعاً مساحات داخل كل خطوط الكنتور هنحسب حجم الحفر ازاي نقول فترة كنتورية اللي هي كام عشرة على الاتنين اول مساحة لها سين سبعين اخر مساحة سين مية وعشرة اده مية وعشرة وده سبعين احداشر الف وخمسمية مية اتنين وثلاثين الف سبعمية وخمسين الزائر اتنين في بقية المساحات اللي بينهم اللي هي من ثمانين للمية اللي هم شوية دول هنطلع حجم الحفر بقى احنا هنا عملنا ايه احنا بنحسب حجم كتلة الجبل ككل هنسوي على اوطى منسوب في الجبل خلينا نغد مثال تاني بديني برضو خطوط كنتور مساحات وبرضو جبل بس هنا عايز يسوي بقى على منسوب مية اتنين وسبعين ومديني خطوط الكنتور من مية وثلاثين لمتين مديني المساحات بتاعتها مبدئياً انا عشان اسوي على مية اتنين وسبعين يبقى الجزء اللي فوقية هعمله حفر والجزء اللي تحت المية اتنين وسبعين على جوانب الجبل هتعمله ردم خلاص سهل خالص نحسب حجم الحفر ازاي انا معايا مثلا عن قطاع متين مساحته معروفة القطاع مية وتسعين مساحته معروفة القطاع مية وتمانين مساحته معروفة لكن القطاع مية اتنين وسبعين ده اللي احنا عايزين نوجد مساحته. هنعمل بالنسبة والتناسب ازاي. انا عندي مية وتمانين. المساحة كانت متين تسعة وعشرين. وعند مية وسبعين. كانت المساحة ربعمية تمانية وتمانية. هنكون. هنجي نقول مية اتنين وسبعين نكون بقى مسلس. ونقول المسافة دي تسين. وده مية اتنين والسبعين. يعني معنى يعني معنى كده. يعني معنى كده ان الرأس ده 8 لأن 172 وال180 يبقى ده 8 واللي تحتيه 2 فنقول 8 اللي هو الرأس ده على الرأس كاملا بتاع المثلث الكبير اللي هو 10 بيساوي سين على المسافة ديت اللي هي كام الفرق بين المساحة تحت والمساحة فوق اللي هو 488 ناقص 229 نجيب السين بعد ما نجيب السين نجمحها 229 يدين المساحة عند 172 70 جبت المساحة دي خلاص سهل بقى نحسب حجم الحافر بس خب بالك في نقطة مهمة قوي هي المسافة دي كام 10 المسافة دي كام 10 المسافة دي كام دي 8 يبقى ما منفعش نحسبهم كلهم على بعضهم ونحسب الجزء اللي فوق ده الواحده والجزء ده الواحده الشرحتين نقسمها جزئين الاتنين دول لوحدهم هنقول ايه 10 على الاتنين اول مساحة 180 عند ال180 معروفة خلاص في الجدول 29 اخر مساحة عند ال200 188 زائل اتنين في بقية المساحات اللي بينهم اللي هي 100 و ايه وتسعين اللي هي 208 ونحسب مرة تانية عند بين 180 و 172 الفترة الكونتورية لا مش فترة هي المسافة بينهم كام 8 8 على الاتنين المساحة عند 172 والمساحة عند 180 نفس الكلام عايزين نحسب حجم الردم اللي على الجوانب خلاص هنا الردم هنا سفر تب الردم هنا المساحة بتاعته هنا كام اه ده 140 واكبر مساحة 130 يبقى ده 130 ناقص 140 ناقص 140 و 918 لبا احنا نجيب المساحة دية لذلك نجيب يا شئين لمساحة ديت اللي هو 1418 نقص 729 كذلك نجيب المساحة هنا عند 160 اللي هي 130 نقص 160 اللي هي 1418 نقص 578 كذلك عند 170 كذلك عند 172 اللي هو 1418 نقص المساحة اللي احنا جبنا fond 172 هنحسب لحد الـ 170 ده خطوة واحدة ونحسب الـ 170 إلى 172 ده خطوة تاية لأن دول المسافة الرأسية غير متساوية هنقول الفترة الـ control على الـ 2 أول مساحة خلاص 0 اللي هي 130 نقص 130 آخر مساحة 130 نقص 170 اللي هو 1418 نقص 48 زق الـ 2 في المساحات اللي بينهم اللي هي 130 نقص 140 130 نقص 150 130 نقص 60 نجمع عنهم بقى الجزء اللي فوق ده اللي هو من 170 إلى 172 نقول المسافة بينهم 2 على 2 في الأول مساحة اللي هي عند الـ 170 اللي هو 1418 نقص 48 اللي هو إيه سين 30 نقص 70 وهنا سين 30 نقص 100 نقص 70 172 خلينا نشوف الكلام ده هلس جبنا هي 170 وده 180 جبنا 172 بالنسبة والتناسب زي ما احنا قلنا هو 8 على 10 بيساوي سين على الفرق بين المساحات اللي هو 488 نقص 29 جبنا السين جمعناها على المية لان السين من هنا لهنا جمعنا عليها الـ 209 اللي هي المساحة دي يديني المساحة عند خط كونتور 172 436 و 12 هنقول حجم الحفر اللي هو 10 على الـ 2 في أول مساحة آخر مساحة 2 في بقية المساحات اللي بينهم ده الجزء اللي فوق و 8 على الـ 2 اللي هو بين 180 و 172 في أول مساحة 29 آخر مساحة اللي عندي 172 لا 436 و 12 من 10 مفيش بينه حجم الردمي بقى احنا برضو هنحسب من أول 30 لحد 170 وبعد كده من 170 نحسب لحد 170 او 10 على الـ 2 سفر ها سفر ده اللي هو سين 30 نقص سين 30 سين 30 نقص سين 70 بقى كام سين 30 نقص 130 نقص 170 بقى كام 1418 نقص 488 زائل الـ 2 فقف اللي بينهم اللي هو سين 30 نقص سين 130 نقص سين 140 150 160 ثلاثة أرقام دور لحد ما نوصل لي الجزء اللي هو بين 170 و 172 اللي هي المسافة ديت هنقول ايه اتنين على الـ 2 المسافة ايه بينهم اتنين على اتنين فأول مساحة اللي هي ايه سين 130 نقص سين 170 1418 نقص 488 زائد سين تا 130 نقص سين 172 1418 نقص 436 و 32 من 10 مفيش حاجة بينهم خلاص نحسب حاجة الردم يبقى احنا لما نيجي نسوي على خط واصل بين خطين كنتور ولازم أن نحسب مساحته الأول ونبدأ نشوف اللي فوقية ده هحفره واللي تحتية هردمه ده برضو مسألة الجبل فإن اللي فوقية فخلاص مساحات الجبل نفسها هي لا تتحفر لكن اللي هيتردم هيبقى مساحات حوالين الجبل تشوف أكبر مساحة في الجبل اللي هو قاعدة الجبل اطرح منها المساحات بتاع الجبل اللي فوقيها لحد ما تجيب المساحات البينية اللي هي حوالين الجبل اللي هتردم المسألة دي بقى مهمة قوي أحياناً بيبقى عندي في الصحرة خزانات مياه طبيعية وخزانات صناعية للمياه بعمل خزانات صناعية أنا عندي هنا جبل منطقة عالية من 12 ربس 12 20 24 28 30 ده جبل او طمنسوب فيه لو خط كنتور 12 لحد 32 ده طبعاً كل ما الحلقات مساحاتها بتقل وانا برتفع ده معن ده جبل مديني المساحات بتاعت خطوط كنتور كلها وعمل خزان حوالين الجبل عمل خزان أنشأ استوانة خزان استواني حوالين الجبل فبالتالي لو في مطر ولا حاجة هيبدأ الخزان ده في تجميع المياه تجميع المياه فين خد بالك؟ في المساحات الخلية حوالين الجبل اللي هي المساحات اللي موجودة بين جسم الجبل نفسه وجسم الخزان اللي هو الاستوانة اللي أنا حطتها جميل جداً قطر الاستوانة ده من الدهالة 80 اللي هو أنشأها دي فنيجي نبص على شكل الخزان كده ده الجبل هولت اللي جوه هو ده شكل الجبل وده الاستوانة يمين وشمال الاستوانة دي ارتفاحها 29.5 خبالك الجبل أكبر خط كنتول 32 وأقل حاجة 12 بس هو لما جاء عمل الاستوانة خلى أخيرها عند 29.5 ده الحد الأقصى لمنسوب ملء الخزان لأن أي مية هتزيب بعد كده تقع على بره الاستوانة يبقى أنا عندي الاستوانة أخيرها في الإنشاء عندي منسوب 29.5 يبقى أنا عندي أقصى ارتفاع للتخزين 29.5 وليس 32 32 ده أبعد حاجة في الجبل أعلى منسوب في الجبل لكن أنا عندي الاستوانة لأن أنشأتها كان أقصى ارتفاع لها 29.5 كمان جيت تحت هنا عملت حنافيات على ارتفاع 14.6 من 10 دي عشان أستخدمها وأنا بحتاج مية دي منسوب صنابير الصرف خد ذلك المية اللي هي تحت منسوب الحنافيات دي تعتبر مية غير مستخدمة يعني ماية غير مستخدمة يعني أنا لو الخزان مليان لحد 14.6 من 10 رجعت أفتاح الحنافيات مش هتنزل مية لأن ما أصلا مافيش مية أعلى من منسوب حنافيات الصرف وبالتالي مايتحسبش من ضمن سعة التخزين شوية المية دول لأن دول خلاص دول مش هستخدمهم مش هعرف أستخدمهم وأستفيد بهم في حاجة لكن بداية التخزين عندي هي من أول المنسوب 14.6 من 10 لحد 29.5 ده يعتبر مية مخزنة في جوانب الجبل نفسه طيب أنا دلوقتي معي منسوب خط كنتور 12 و 16 و 20 لحد 32 أنا مش معي منسوب خط كنتور 14 و 6 من 10 ما هو ده خط مش خط كنتور بقى ده ده من سطح بين خطي كنتور 12 و 16 هنبدأ نبدأ نفس الكلام برضو 16 ليه مساحة كذا وعندي 12 ليه مساحة كذا نبدأ نعمل نوصل ونشوف أنا عندي بقى 14.6 من 10 واقع فين نكون مسلس ونفرض المسافة دي سين ونحسب مساحة 14.6 نفس الكلام أنا عندي 29.5 وقع بين 28 و 32 برضو نفس الكلام ده 32 وده 28 وأنا عندي الخط اللي بينهم 29.5 أكون مسلس ونشوف أنا المسافة دي سين ونبدأ نحسب مساحة خط كنتور 29.5 و 14.5 أما عندي مساحة الخط ده نفسه خلاص أنا عندي نقطة مهمة قوي أنا عندي إيه هي مساحة التخزين عند 14.6 من 10 مش أنت دلوقتي حسبتلي المساحة بتاعة خط كنتور 14.6 يا المساحة دي لي بتاعة الجبل نفسه مساحة المية حوالين الجبل نفسه هتبقى مساحتها كام والله وأبعد مساحة يا مساحة الاستوانة صح أو لا أبعد مساحة يا مساحة الاستوانة نحسب مساحة الاستوانة مساحة دايرة ته نق تربيع أو ته قف تربيع على الأربعة من الدين قطر الاستوانة 80 يبقى ته قف تربيع على الأربعة جبت مساحة الاستوانة نفسها شيل منها مساحة 14.6 من 10 يديك مساحة المساحة اللي هتخزن فيها مية حوالين الجبل كذلك نطرح منها المساحة عند 16 نجيب المساحة اللي هي حوالين الجبل هنا نشيل منها المساحة اللي هي بتاعتها 20 اللي هي المساحة دي يدينا المساحة حوالين الجبل وهكذا حد 29.5 نجيب مساحات المية عن طريق نطرح مساحة الاستوانة مساحة المادة بتاعت المكوناة للجبل نفسها يدينا مساحة الفراغ اللي حوالين الجبل اللي هنا هخزن فيه مية دي مساحات قطاعات عرضية تابعنا دلوقتي بعدما اجبت مساحة القطاع العرضي مثلا ده وده ينفع تحسيب لي حجم الماء المخزنة بينهم سهلة خالص المسافة بينهم على الاتنين المساحة دي زي دي المساحة دي بس جبت حجم الماء الجزئي بين الاتنين دول طيب ينفع حسب بين الاتنين دول؟ اه تنفع وهكذا لحد ما تحسب حجم الماء المخزنة بالكامل اهوت عندي حسبت مساحة خط كنترر 14 و 6 عشان احتاجها 12 و 16 جبت السين اه وجامعتها على الفين و متين اديني مساحة عند خط كنترر 14 و 6 كذلك 32 و 28 خط كنترر 29 و نص يبقى دسين اه وبعدكها جامعتها الـ 198 اديني المساحة عند خط كنترر 29 و نص بنعمل جدول بنقول منسوب خط كنترر خبالك ما بدأتش من 12 بدأت من 14 و 16 و 18 و ما نهيتش عند 32 و 30 نهيته عند 29 و نص لان اقل من 14 و 18 ما يعتبرش تخزين اعلى من 29 و نص المية هتطلع برا الخزان لان اقصر ارتفاع الخزان 29 و نص مساحة المية او مساحة الفراغ اللي هيتمالة بالمية كام ١٨٩٩ Deny كم من ؟ مساحة القطاع一م مساحة طربيع مساحة مساحة خط كنتر 16 فيгоproblem الميات كذلك نفس الكلام مساحة الاستوانة نقص مساحة خط كنتور 16 يدينا مساحة الفراغ اللي هيتمالى بالمية وهكذا الحاد مساحة الفراغ عند 29.5 اللي هو مساحة الاستوانة نقص مساحة خط كنتور 29.5 بين الـ 14 و 16 و 16 تحسب حجم الجزئي يعني يا شباب أنا عندي 14 و 6 أنا مخزن كام؟ أنا مخزن صفر طبعا عند 16 خزنتي كام؟ أنا خزنت المية اللي هي بين 14 و 6 و 16 نحسبها ازاي عن طريق المساحات دي هنقول المسافة بين 16 و 14 و 6 على الاثنين فأول مساحة وآخر مساحة يدينا حجم الجزئي بين 16 و 20 ادى عندي مساحة المية هنا ومساحة المية هنا برضو اجمعهم واضرب في المسافة بينهم اللي اربعة على اثنين يدينا حجم الجزئي كذلك نحسب حجم الجزئي بين كل خطين بين 28 و 29 و نص نفس الكلام عنده دي و دي نجمعهم والفرق بين 28 و 29 و نص على اثنين تبنى عند 14 و 6 الحجم الكل اللي التخزين كان كام كان سفر لما روحت عند 16 بقى حجم جزء 3 3307 نحطه هنا تب لما انا وصلت ل 20 اجمع عليه الحجم الجزء اللي هو بين 16 و 20 اللي هو الرقم ده يديك هنا الحجم كذلك بين 20 و 24 في حجم جزء 15 ألف اجمعوا الحجم ده يديك الحجم الكل اللي انت وصلت له عند 24 كذلك اجمع بين 24 و 28 يديك الحجم عند 28 اجمع بين 28 و 29 و نص يديك الحجم الكل عند 29 و نص طب انا يعني الحجم الكل ده سهل احسبه ببساطة خالص لو انا عايز احسب الحجم الكل عند 9 و نص اشتغل بقى على المساحات نفسها اده اول مساحة اخر مساحة انا كده احسبت احجام جزئية وعدت اجمع كل حجم جزئ زائد اللي بعدي يديني الحجم الكل عند المرحلة ثانية نجمع عليه كمان حجم جزئ يدييني الحجم الكل عند المرحلة تلا احنا ممكن نحسبها ازاي هنقول اول مساحة اخر مساحة اتنين في بقية المساحات اللي ايه اللي بينهم مساحة المية اللي بينهم يديني الحجم هنا طب عايز احسب عند 28 او اول مساحة اخر مساحة عند 28 اتنين في المساحات اللي بينهم اللي هما دول يديني الحجم الكل عند 28 وهي كزا تحسبة ا pile ا região عايز تيجيب احجام جزئية ماشي عايز تطبق في القانون بين كل رقمين وتجيب الحجم الكل عند كل مرحلة طبعا الساعة الكلية لأقصى تخزين هي آخر رقم ده هو ده أقصى ساعة للخزان لما يكون عنده مليان لحد 29 ونص هو طالب مني أن أنا أرسل علاقة بين المنسوب والساعة طبعا عند 14 و 6 ما فيش تخزين عند 16 في كذا عند 20 في كذا عند 24 في كذا وهكذا عندك أدى 28 أدى 32 أدى 29 ونص طبعا ما فيش 32 طبعا عند 29 ونص 32 ما فيش تخزين أصلا طالب مني باب يقول لي لو أنا محتاج أعرف لو الخزان مليان عند نص الساعة بتاعته هيبقى عند منسوب كام ما عند منسوب كام طبعا بالساعة إحنا حزبينها لأخص الساعة عند 29 ونص إسمها على الاتنية 27 894 تعال عند 27 ألف اللي هي نص الساعة وامشي لحد ما تقطع الخط ده في نقطة وينزل رأسي هتعرف أنت عندي منسوب كام أو من الجدول أنت طبعا عندك أعرفت نص الساعة تشوفها يوقع بين إيه وقع مثلا بين 20 و 24 الساعة هنا معروفة والساعة هنا معروفة وعند الساعة اللي هي نص هنا دية نص الساعة عندي منسوب كام افرده مثلا سي وابدأ اعمل ايه نسبة وتناسب من الجدول وتعرف المنسوب عندك كام يبقى أنا عندي نعمل النسبة وتناسب دي ازاي اصلا عندي 20 نهاية الساعة صغيرة عند 24 ساعة أكبر تبقى عندي كام اوصل أبقى عندي نص الساعة فطبعا المسافة ديت معروفة في المسلس والمسافة ديت اللي هي فرق الساعة عند ال 24 عند ال 20 تجيب مفرد ما مفرد تحسب مسافة سين والمسافة دي كلها أربعة سين على الأربعة تبدأ تحرف المسافة سين وانه تعرف المنسوب عندك اللي هيبقى الخزان مليان عند نص ساعته كام طيلا عندي 23 واربع وانا مبدئيا انا لو فيه ممكن استخدم الرسم لو انا رسم بدقة لكن لو فيه خطأ في الرسم طبعا يتلع للمنسوب بدون دقة الافضل طبعا نجع الجدول وعمل نسبة وتناسب زي ما احنا شرحنا خلاصة المسألة ديت ان احنا بنحدد مساحة خزان المياه المقابلة لكل خط كنتور عن طريق طرح مساحة كل خط كنتور من مساحة مقطع الاسطوان هذه مساحة اللي هي قابلة ان انا نخزن فيها المية تحديد حجم المية الجزئي بين كل قطاعين خلاص المسافة على الاثنين مساحة المية هنا ومساحة المية هنا يتم تجميع الحجوم الجزئية للحصول على الحجم الكلي وعليك ترسم العلاقة بين المنسوب والحجم او السعر